نقدم البرنادج عدة طرق لعمل المحاذاة بكتابات داخل المفتند حيث عمل المحاذاة اليسار بإختيار الـ LINE LEAF أو إلى اليمين بإختيار الـ LINE LEAF المنتصف بـ Center أو عمل هذا من الجانب بإختيار جانب PY ومن الطرق الأخرى المستفيدة لعمل المحاذاة على مدولة تات وتستفدم على المشتراف رولي لإضافة أعلامات الجانب داخل الـ LINE LEAF في الوضع الـ LINE LEAF فإن هذه المشترافة داخل وجهة الـ LINE LEAF أما إذا كنت هذه المشترافة خير ظاهرة نفتح على طريقنا المشترافة ونختار رولي لإظهار المشترافة داخل نافذة الـ LINE LEAF تستخدم المشترافة الأفقية من أعلى المشترافة وتستخدم المشترافة الأفقية لإضافة لحذف على مدولة تات وتستخدم أيضا لتعرف على أبعاد الـ LINE LEAF ومقدار الـ LINE LEAF إلى أكثر لإضافة على مدولة أو تام إلى المشترافة نقوم أولا بإختيار شكل الأسلامة التي نريد استخدامها سوف نقوم بمؤشر على الـ LINE LEAF تاب أن نرى في أقشر اليسار للمشترافة الأفقية ونقوم بإضافة على هذا المفتاح بعد أن نصل على شكل التاب الـ LINE LEAF الذي نريد استخدامه وفي الوضع الـ LINE LEAF تظهر أعلى LINE LEAF التي تعمل من أحادات الـ LINE LEAF التي يتم إضافة لها عند موضع هذه العلمة إلى اليسار وضغط على هذا المفتاح واخت طريقة أخرى تظهر أعلى LINE LEAF التي تعمل من أحادات الكتابات التي يتم إدخالها من أجل هذه العلمة إلى المنتصص وضغط مرة تعمل على المفتاح تظهر أعلى LINE LEAF وضغط هذه العلامة إلى محاذاة الكتابات التي يتم إضافة لها عند موضع هذه العلامة للممين وضغط المعشرة أخرى تظهر أعلى LINE LEAF تعمل على محاذاب علامة العشرة للأقام التي يتم أدخله عند موضع هذه الأقام تضغط على الرامة أخرى تظهر على علامة Bar Tab وتعمل هذه العلامة على إضافة الرأسية عند موضع إضافة هذه الأقام وبالضغط مرة أخرى تظهر على علامة First Line Stamp وتعمل على إجراءة الصفة لأي من الفقرة الدافل بمقدار مسافة واحدة تضغط على هذه العلامة للمرة الأخيرة تظهر أعلامة Making In Done وتعمل على إزاحة أخرى الكامل إلى الداخل لتشرك الصفة الأوصل من الصفرة من إزاحته والآن لإضافة الأعلامة سنتبه إلى منتصف أخرى الوفقية نقوم بإكرار الضغط على إفتاح تاب إلى أن تظهر أعلامة شخص تاب سنضغط المؤشر لمنتصف المشكلة الوفقية والآن نريد إضافة أعلامة من النظر لشمال تاب وجهاء اليمنى من الصفرة سنقوم بتنظر الضغط على إفتاح تاب إلى أن تظهر أعلامة داخل تاب ثم نضغط المؤشر في الموضوع الذي نريده لإطافة هذه العلامة وللتطرق على طرق المؤشراء المختلفة في هذه العلامات سنقوم بإدخال بعض الكتابات ثم نضغط على المفتاح تاب فينتقل المؤشر إلى موضوع الإعلامة سنتر تاب ونقوم بكتابة ألسانة powerpoint ثم نضغط المفتاح تاب مرة أخرى ونضغط رقم يمثل أسفر ونضغط المفتاح أنتر ونقوم بإضافة تأثر أخرى بنفس الطريقة السابقة فنظر أنه يتم تقصيف الفتابات نفساً من إضافة عند موضوع العلامة سنتر تاب وفي ناحية اليمنى ألاحظ أنه قصر محاذاة الكتابات بالنسبة للعلامة العشرية عند موضع الإعلامات سنتر تاب وإن تقصد تعديل موضع الكتابات التي تقصد محاذاةها بأخدام هذه العلامة وذلك عن طريق إخبار الكتابات وتحقيق إعلامة الجدور الكتاب في الإتجاه الذي نريد وإذا أردنا حذف أي من العلامات نضغط الشر مع الشحب لهذه علامات إذا ترجع المشترى الأفقية والآن نقوم بإضافة داخل فتابات أخرى ويظهر في الجانب العشر من المشترى الأفقية الأهمان السهم العلوي هو ثيرت من إندانت ويستخدم تحديد مقدار المسافة البادئة في سطر الأول بالنسبة لهمس الأيسر المستند أما السهم السفلي هو ليفت اندانت فيجب أن يخدم العمل المحاذي باقي الكتابات الموجودة بالبقرة فعلى شريل الأسلال إذا أردنا حذف كتابات هذه البقرة على الشطرة والإلى اليمين نقوم بضغط مع الشحب بالعلامة ليفت اندانت إلى اليمين بالمثال التي نريدها